شلون تحول سيارتك الى سيارة درفت وتفحط بيها وتكفر الجيران بيها واحد لازم تكون سيارتك دفع خلفي يعني المقدسة ما تدبرها اثنين لازم تركب دفرنشل الاس دي وهذا يخلي تايرات ما للسيارة الخلفية تفتر سواء واذا سيارتك بيها من الاساس بعد حسن طبعا يكون طريقة احتيالية يسوونها بدل ما يشيد الاس دي يروح يلحم الدف طبعا طريقة ناجحة بس تتشفوص بالدفرنشل بس هما يمشي كبير ما تتعلم وبعدين يودع ثلاثة لازم تركب هادروليكان دبريك حتى تقدر تتحكم بالسيارة بشكل احسن أربعة نظام التعليق ودربيك مفلس وما عندك فلوس بس شي تسوي جيب بس برنقات رياضية واهية خمسة قوة المحرك لا تخلى حد اطلاق عليك ويقلك 500 احصان وانت ساعد لا ترى 200 احصان بسيارة خفيفة كليش زين هاعد منها تصير محترف وتشارك بحلبات طويلة راح تحتاج قوة اكبر بس كمبتدى لا عادي وطبعا هذا الحجم من وراه راح تطلع سيارة درفت جدا بسيطة يعني بس ما تتعلم وحاول تبدأ بسيارة اساسها قوي مثل النيسان زيد السيلفيا موديلات بمدبلو القديمة هذا انه اسعارهم زينة واساسهم قوي يعني ممكن تصير محترف بيهم وتشارك ببطولات وبلا خير وقبل كل شي لا امان لازم تأمن على نفسك قبل كل هاي الشغلات لان اذا صاروا ياك حادث ودمرك هاي بعد انسى حلمك انك تصير درفتر محترف